السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهدي من قناة مصر كل سنة وحضرتكم طيبين كل سنة والوطن العرب الكبير في انتصار دايما يا رب العالمين أخبار جميلة قادمة من الساحة العربية منذ ساعات قليلة أعلنت عبر وسائل الإعلام الروسية أن هناك وساطة روسية إماراتية تمت ما بين السعودية وسورية بمقتضاها ونتاجاً لها السفارة السعودية هتفتح أبوابها في دمشق عما قريب وإن شاء الله تحديداً في أعقاب عيد الفطر المبارك أخبار جميلة جداً قبل ما احنا نتوقف عند هذا القبر اسمحونا أن احنا نذكر إلى أصدقاء الأعزاء بضرورة الانضمام للعضوية المنتسبة بالضغط على كلمة الانضمام هتلاقوا حضرتكم التفاصيل كاملة بالإضافة إلى هتلاقوا أيضاً الرابط أسفل هذا الفيديو على منصة اليوتيوب فيها تفاصيل كثيرة جداً طبعاً في انتظاركم جميعاً وشكراً جزيلاً للانضم والعضوية المنتسبة من الدعمين لقناة مصر موقع سبوتنك الروسي منذ ساعات قليلة أعلن أن هناك وساطة روسية إماراتية تمت ما بين المملكة العربية السعودية وسورية داخل الغرف المغلاقة بمقتضاها إيه اللي حصل؟ بمقتضاها افتتاح السفارة السعودية بدمشق قريباً بس خلص الخبر خبر من الممكن أنه محدش يتوقف عنده كثيراً أو محدش ياخد باله من الخبر لأنه كان خبر مقتضب وصغير قوي على الرغم من أهمية وقيمة هذا الخبر ثانية واحدة بقى حضرتكم الموقع الروسي أو الموقع الرسمي الروسي بيقول أن هناك وساطة روسية إماراتية ما بين السعودية وما بين السورية في الغرف المغلاقة انتهت إلى ذلك داخل الغرف المغلاقة كان هناك مباحثات أجرية ما بين السعودية وسوريا الوسيط في هذه الحالة روسيا والإمارات معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن روسيا زي ما هي توسطت ما بين سوريا والتركيا وزي ما الصين توسطت ما بين السعودية وإيران وزي وساطات سابقة لإعادة ترتيب أوراق المنطقة ده كله بيؤشر لحالة جديدة بتمر بيها المنطقة العربية وهي كلها النتائج غير عادية سوف تنعكس على المنطقة العربية كلها خلال المرحلة القليلة القادمة أعتقد بعد الوساطة ما بين السعودية وإيران والوساطة ما بين السعودية وسوريا أعتقد كده السعودية إيران سوريا وتركيا ودولا أخرى أعتقد كده خلاص معنى ذلك أن المنطقة العربية خلاص لفظت الولايات المتحدة الأمريكية من النص روسيا بتسعة الصين بتسعة النتيجة أعادة ترتيب أوراق المنطقة العربية كلها لما في صالح دول المنطقة وصالح روسيا والصين أصلا روسيا والصين مش هشتغلوا للهو للوطن إن المسائل توصل إلى درجة أن سوريا خلاص الدول الكبيرة الكبرى اللي كانت في خصام معاها بدأت ترجع مرة تانية بدأت سوريا تقود حالة من الانقلابات في قلب المنطقة العربية لإعادة ترتيب الوضع في قلب المنطقة بوساطة روسية التقارب السعودي الروسي التقارب السعودي السوري التقارب السعودي التركي التقارب السعودي الإيراني التقارب السعودي مع الكثير من دول المنطقة اللي كان هناك توطرات بينها وبين السعودية ده بيؤشر للدور السعودي غير العادي اللي تم خلال المرحلة القليلة الماضية بالإضافة إلى ما سوف يثفن عنه التحرك ده الوضع طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيؤشر لتغيرات كبيرة جدا وإنه هناك ترتيبات على المصاري السري كبيرة جدا يمكن ده نتاج لتصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرعان اللي قال بالحرف الواحد لابد من وجود تقارب مع سوريا وإجراء حوار شامل مع الحكومة السورية في دمشق وقال إن حوار على المستوى العربي الكامل مع سوريا هيعد ترتيب الأوضاع بشك أفضل وقال إن السعودية والدول العربية تعمل على الصياغات المناسبة بالتشاور مع شركاتنا من المجتمع الدولي على المستوى الروسي وعلى المستوى الصيني فاكرنا حضراتكم طبعا الوساطة الروسية اللي تمت وبتم حاليا ما بين سوريا وتركيا وفرض سوريا شروطها على الطرف التركي تخرج غير مأسوفا على شبابك من فوق الأراضي السورية يمنع منعا بتا التدخل التركي في الشأن السوري يمنع منعا بتا دعم تركيا للمعارضة السورية فوق الأراضي التركية نفس الشروط اللي أطلقتها مصر في مواجهة تركيا من أجل الموافقة على إعادة العلاقات فاكرنا حضراتكم أيضا الوساطة الصينية ما بين المملكة العربية السعودية وإيران بالإضافة إلى طبعا هناك دعوة شاملة لأعادة أواصر العلاقات العربية العربية من جديد وفي ذات الوقت على مستوى المباحثات السعودية الإيرانية إيران وفقت على أن هي توقف أي نوع من الدعم للحوسيين في قلب اليمن معنى ذلك أن ملف اليمن خلاص بيترتب له على أفضل ما يكون وسوف تعود دولة اليمن مرة أخرى إلى سابق عهدها وترجع لأيام اليمن السعيد كنا دائما بنطلق على اليمن أو هم على المستوى التاريخي بيقولوا على اليمن اليمن السعيد استقرار حضارة قوة اقتصاد لكن حصل اللي حصل سنة 2011 لحد تاريخ النهاردة وشوفنا وسطات وصفقات قذرة عقدت ما بين أمثال البنت الإخوانية اليمنية دية لإسمها توكل كرماني اللي الدوها جازت نوبل للسلام في سبيل أن هي تكون بمثابة خنجر ينغرس في قلب المنطقة العربية والدعم جماعة الإخوان هي وأمثال محمد البردعي وشوفنا دورهم لتخريب وتدمير المنطقة العربية وبدأت بدولة اليمن دلوقتي محدش سامع صوتها نهائيا بينما اليمن والأشقاء في قلب الدولة اليمنية بيعانوا الأمرين من انهيار الأوضاع نجحت المملكة العربية السعودية بوساطة صينية في أن هي تعمل نوع من التقارب مع إيران ويتم الاتفاق على استقرار الوضع عدم التدخل في الشأن العربي عدم دعم الحسيين وشركاهم في قلب دولة اليمن دولة اليمن بيترتب لها بشكل كويس جدا زي ما بيتم الترتيب على أفضل ما يكون للجانب السوري طبعا ملفات رائعة للغاية وكلها بتؤكد أن كل التحليلات اللي احنا طرحناها بخصوص ملف سوريا تحقق وثبت صدقه قلنا بالحرف الواحد أن بشار الأسد سوف يعود بقوة وسوف يعود الوطن السوري أكتر قوة وسوف تعود سوريا لممارسة درها السابق سوريا تعتبر بمثابة قلب العروبة النابض بعد 12 عام أعادت افتتاح القنصلية السعودية في دمشق دعا لموقع سبوتنك الدولي الروسي متى تعود سوريا إلى الجامعة العربية؟ مسؤول وخبراء يجيبون طبعا بدأ الكل دلوقتي يعمل استنتاجاته بشكل قوي للغاية خاصة بناء على ما تم طرحه سابقا بناء على تحركات سورية بناء على وفودة عربية بدأت تزور دمشق وتلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد بناء على التحركات الدولية من قبل أطراف زي إيران، زي تركيا، زي روسيا، الصين، السعودية، الإمارات كل الأطراف ديت بترتب أوراق منطقة الشرق الأوسط لما فيه صالح دول المنطقة العربية وإن شاء الله عما قريب يعود الوطن السوري ليمارس دوره بشكل قوي للغاية ويرجع طبعا للمقعد بتاعه في قلب جامعة الدول العربية ويفعل دوره في قلب الجامعة أراكم على خير اشتركوا في القناة